اشتركوا في القناة وانجبت للعالم الأبطالا تأتي وقد سدنا البسيطة كلها وتبدلت أحوالنا أحوالا أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يرحم عباده فأكرمهم بهذه الهدية الغالية ومنحهم هذه المزية الشريفة العالية وشرع لهم رمضان فمن لم يرحم في هذا الشهر ولم تدركه رحمة الله في أيامه ولياليه فلسنا ندري متى تدركه عندما نتمعن في ذلك الحديث المشهور الذي يرويه ابن حبان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فرقي عتبة فقال آمين ثم رقي ثانية فقال آمين ثم رقي العتبة الثالثة فقال آمين تعجب الصحابة إذ أنهم يسمعون تأمينا ولا يسمعون داعيا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جبريل عليه السلام قال لي من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك أبعده الله فقلت آمين وإن المتأمل في هذا الحديث يرى أنه غاية في العجب فيما يتعلق بهذا الشهر العظيم الفضيل فجبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده المنبر قائلا من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه في مشهد نرى فيه الصحابة وكأن على رؤوسهم الطير جبريل يدعو بالإبعاد والطرد والنبي يؤمن فأي خسارة أعظم من خسارة من نالته تلك الدعوة وكأننا لكي يغفر لنا لسنا محتاجين إلا إلى أن ندرك رمضان فإذا أدركناه فإن من المفترض أن يترتب على إدراكنا له مغفرة الله لنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبره أن من أدرك رمضان ففعل من صنوف العبادات وأنواع الطاعات وجميل القربات فلم يغفر له فأبعده الله وإنما أخبره أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله وكأن الحالة الطبيعية للمسلم أنه إذا أدرك رمضان ألا يتجاوزه حتى يغفر له وما ذلك إلا لكثرة أسباب المغفرة التي جعلها الله في رمضان إن كلنا أو معظمنا يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالمسلم متى كان صومه على وجه الإيمان والاحتساب إيمانا بأن الله فرضه وامتثالا لأمره تعالى لا لأنه أدرك أبويه يصومان ولا لأن الناس يثنون عليه إذا رأوه صائما ولا لأنها حالة عامة يرى فيها مجتمعه صائما فصام مثلهم ولكن لأن الله أوجب عليه الصيام فصام إيمانا بأمر الله واحتسابا عليه الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الوعد الثمين بمغفرة الذنوب يكون لمن صام رمضان على هذا الوجه وجه الإيمان والاحتساب وليس لمن صام بعضه على هذا الوجه وصام بعضه الآخر على وجه آخر فهل نعي ونفهم معنى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا معناه أننا نقول بعدها بملء أفواهنا ومن أعماق قلوبنا مرحبا بالموت ولقاء الله بعد مغفرة ذنوبنا ونصاعة صفحاتنا وتطهير قلوبنا فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل وتتوالى نفحات الله في ذلك الشهر العظيم على عباده المؤمنين لمغفرة الذنوب وغسل القلوب وتبييض الصحائف فإن طرأ علينا طارئ أو اعترانا عارض فلم يجئ صيامنا على هذا النحو المرضي فإن هناك سببا آخر للمغفرة قاله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا الله ألا ما أعظم كرمه وما أثمن عطائك ركيعات معدودات في ليال معدودات على وجه الإيمان والاحتساب بأن هذه الشعيرة من الشعائر التي يحبها الله والتي فعلها رسوله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وفعلها المسلمون وأنت أحدهم تقوم في صفوف المصلين تسمع كلام ربك إما سامعا وإما تاليا وتتقرب بذلك بين يدي ربك طالبا الزلفة إليه وأخشى حينئذ أن لا يدخل من فاتته تلك الليلة في الحديث الذي أوردنا لأن الحديث فيه من قام رمضان ورمضان تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوما لذا كان الأولى أن يحرص المسلم على قيام لياليه كلها عارضا نفسه على مولاه حتى يقبله سبحانه ويمنحه رضاه فإن فاتك هذا الخير وتعداك هذا الأجر فلا أصبت في صيام ولا أصبت في قيام فما زالت نفحات الله تعرض نفسها عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقطع ليلها متبتلا ضارعا باكيا خاشعا عارضا همومه وهموم أمته على مولاه راجيا منه عفوه وكرمه ورضاه فإن أخطأت ليلة القدر ففاتك منها لعارض ما عظيم الفضل والأجر فلا تبتأس فما زالت سوق النفحات مفتوحة وعظيم الأجور عليك معروضة فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصائم دعوة لا ترد وما أحوجنا والله في هذا الشهر ونحن على ما نحن عليه من هموم عظام ومصائب جسام إلى دعوات تهز أرجاء الأفلاك والفلوات ضارعين إلى الله رب الأرض والسماوات ننخلع فيها من حولنا الضعيف وقوتنا الهزيلة إلى حول الله وقوته إلى جبروته وعزته فلندخر دعواتنا الصادقة للبغية العظمى التي إذا أنالنا الله إياها لم يفتنا شيء من الخير وإذا لم ندركها لم ندرك شيئا من الخير دعوات أن يرينا الله في المفسدين المعتدين الظالمين وأعوانهم ممن كبلوا أياد المؤمنين عن نصرة إخوانهم عبرة تبدد ملكهم وتزيل سلطانهم وتجعلهم عبرة وآية لمن خلفهم أي بشر أنا وأنت إذا ضاقت عنا رحمة الله تلك رحمة وسعت كل شيء تسع كل شيء وتضيق عني وعنك فاللهم رحمتك نرجو للصائم دعوات لا ترد ولله عتقاء في كل ليلة والكريم إذا أعتق لم يأسر ثم لما شرع ربنا هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة لم يدعك وإياها بل أعانك عليها وهيأ لك الأسباب وذلل لك الصعاب للوصول إليها أعانك بأن صفد من يمنعك منها ويزين لك تركها ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وفي رواية عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وصفدت أي شدت بالسلاسل والأغلال فترى نفسك تقوم الليلة دون كسل أو ملل كما يطرأ عليك في غير ليالي رمضان ويكفيك من المنام القليل متى أردت فتنشط روحك وتسمو نفسك ويرق قلبك وتسهل دمعتك إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل يا مريد الخير هذا موسم الخير ويا باغي الشر أقصر كف عن تفريطك وتضيعك عن غفلتك وإهمالك فهذا زمان توبة الشياطين سلسلت وأنت تعثوا في الأرض الفساد ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وهذا الخير كله إنما هو بعض ما فيه أليس حينئذ من لم يغفر له مع توفر هذه الدواعي للمغفرة أليس هذا بعيدا هذا والله هو البعيد يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين أي أن جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه شهر مليء بالمغفرة في إدراك رمضان يغفر لك في الصيام يغفر لك في القيام يغفر لك في ليلة القدر يغفر لك وربنا جل في علاه من أسمائه الغفور والغفور صيغة مبالغة أي كثير المغفرة يقول ربنا سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فهذا زمان المسارعة والمسابقة لا تكسل ولا تتراخى ربنا سبحانه وتعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا زمان المسابقة والعمل الجاد هذا أوان الباحثين عن السعادة فلا يضيع الشيطان علينا جتهادنا من أول يوم في هذا الشهر الاستثنائي في هذا الظرف الاستثنائي من عمرنا وعمر أمتنا وما هي فيه من تكالب أعدائها وجلد فجارها وعجز ثقاتها فلنجتهد أيها الأكارم في شهرنا هذا أن يرى ربنا منا ما يرضيه عنا إلى أن يقال لنا إن صرف شهركم حاملا معه ما حملتموه إياه من خير عميم فحينئذ افرحوا بدعواتكم وصيامكم وتلاوتكم وقيامكم وسلوا الله القبول متابعين الكرام نأمل منكم أن تتفاعلوا مع هذا المقطع وتلك الرسالة فترسلوه إلى كل من تعرفون ومن لا تعرفون فالدال على الخير كفاعله ورب مبلغ أوعى من سامع كل عام والخير أنتم وأدامكم الله وأمتنا خيرا لكل عام